بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وأرحب بحضراتكم في لقاء من حديث الروح داعي لله سبحانه وتعالى أن يسري إلى القلب والروح والإنسان يهوى ويحب أن يكون متميزا حتى من الإنسان يهوى أن يتفوق فيكون الأول ولو طال لأحب أن يكون الأول في كل شيء وفضل الله سبحانه وتعالى واسع وفضل الله سبحانه وتعالى نثره في خلقه والله سبحانه وتعالى جعلنا لنكمل بعضنا بعضا ليكمل بعضنا بعضا ويتخذ بعضنا بعضا سخرية ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكيئون كما قال القرآن الكريم الإنسان يحب التميز الإنسان يهوى أن يظهر أمام خلق الله سبحانه وتعالى بأنه الأفضل وبعض الناس يقرن هذا وإذا بان الإنسان أنه صاحب تميز في مظهره صاحب تميز في لبسه صاحب تميز في طعامه أمام الناس يهوى بعض الناس أن يجعل هذا هو الأرقى والأفضل والأقصر تحضرا والحقيقة هذا ليس معيبا إذا اقترن بأن ينتفع عن الإصراف وانتفع عنه أن يكون من حرام والعياذ بالله وانتفع عنه أن يكون بقصد الخيلاء وقصد رضى الناس بعيد عن أي شيء آخر هذا ليس معيبا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأك أمران صرف ومخيلة الإصراف أول الأخطاء وأكبرها إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورة المخيلة أن تقصد بذلك أن تتعالى على خلق الله وينكسر قلب هذا بسوء إحسانك وكسرك لخاطره أو كذا هذا أمر لكن بعد ذلك وفي هذه الأداب الأخلاقية يقول رسول الله كل ما شئت والبس ما شئت لكن يبقى وهذا هو الأهم أن هذا ليس هو المقياس للرقي هذا جميل وهذا قد يكون باب للجمال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له يا رسول الله أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ويعني مظهره حسنا أفي ذلك شيء من الكبر؟ أو في ذلك شيء من مخالفة الحق؟ قال لا إن الله جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة الكبر بطر الحق ورئاء الناس أيضا يعود إلى نفس الكلام السابق لما قال الإصراف والمخيلة الإصراف أيضا البزغ في الانفاق بغير الحق وإهلاك النعمة الله سبحانه وتعالى عليك وكذلك بطر الحق والمخيلة أخت رئاء الناس كما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عد فنقول إذن إذا تأملنا في هذا وضبطناه فما هي فمن هو الأرقى؟ من هو الأكثر تحضرا؟ هنا ومن نظرنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما البناء الذي بناه المسلمون عبر القرون وبفهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله نستطيع أن نقول وبلا تردد أن الأرقى هو الأكثر خلقا وأن الأرقى هو الأكثر نفعا للناس وأن الأرقى هو الأكثر تعميرا للأرض الأخلاق التي تجعل الإنسان أخلاقك في وسيرك في خلق الله سبحانه وتعالى بالأحسن تجعلك أحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزخ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوه مبينة تعميرك للأرض ونفعك لجعل الأرض حولك تعمر وأنت تنفع الناس تغصي لنفعك إليهم هذا الذي يجعلك أكثر رقيا هذا الذي يجعلك أكثر تحضرا وأنت بذلك تستطيع أن تقول هذا هو الإنسان المتحضر أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم تمام النعمة وتمام الإحسان وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين